الحراك الدبلوماسي مستمر في الملف الرئاسي بطلت الحراك السفيرة الأمريكية دوروثي شي التي زارت النائب ميشيل معوض زيارة المرشح الرئاسي للمعارضة تأتي في سياق جولة تقوم بها السفيرة الأمريكية على عدد من القيادات اللبنانية في وقت يبدو أن الأجواء الرئاسية تتلبد وإلى مزيد من التعقيدات ففريق الممانعة مصر على موقفه بانتخاب سلامين فرنجية وهو يوحي أنه قادر على تأمين لخمسة وستين صوتا له علما أن لغة الأرقام تناقد ذلك في المقابل فريق المعارضة يتصلب أكثر فأكثر ضد انتخاب فرنجية ويلوح بمقاطعة جلسات الانتخاب وقد أصبحت المقاطعة عنده بمثابة قرار استراتيجي في حال تبين له أن فرنجية يمكن أن يحوز الأكثرية في مجلس النواب وهو موقف عبر عنه النائب أشرف ريف اليوم إذ أكد أن فريق المعارضة ليس جمعية خيرية ليؤمن النصاب للفريق الآخر وأنه سيعتمد كل الطرق الديمقراطية لمنع وصول أي مرشح محسوب على محور الممانعة توازياً ترددت معلومات أن الرئيس نبيه بري سيدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل بدء شهر رمضان والأرجح أن سيناريو الجلسة المنتظرة سيكون تماماً كسيناريو الجلسات السابقة هكذا يستطيع بري أن يقول لجميع الذين ينتقدونه أنه ليس هو ما يقفل باب مجلس النواب بل حالة الاستعصاء السياسي مالياً جمعيات المصارف أعلنت في بيان أصدرته تمديد تعليق إضرابها حتى العاشر من أذار وذلك تسهيلاً لعمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها والواضح أن المسار القضائي الذي سلكته قضايا المصارف أراحها نسبياً لكنها لا تزال على حذرها بالنسبة إلى التطورات لذلك تكتفي بتعليق الإضراب من دون أن تعلن فكه نهائياً في الأثناء بدأ المواطن يشعر أكثر فأكثر بثقل المعاناة الاقتصادية والاجتماعية نتجة من ارتفاع سعر منصة صيرفة إلى 70 ألف ليرة فهل من الطبيعي أن ترتفع أسعار كل السلع والخدمات ارتفاعاً جنونياً في ظل غياب أي أجندة إصلاحية تأخذ مطالب الناس وهمومهم في الاعتبار؟ ترجمة نانسي قنقر